طيب نادي الزمالك الفترة اللي فاتت نجح في فتح باب القيد من جديد وقيد عشر صفقات جديدة كابتن حسين لبيب كانت كلم من فترة ان القيد ممكن يتوقف من تاني بسبب قضية اللاعب خالد ابو طيب اللي لعب في نادي الزمالك في الموسم 2019-2020 وان الغرامة الموقع على الزمالك بسبب خالد ابو طيب وصلت ل2 مليون و400 ألف يورو متقسمين لمليون و900 ألف يورو كمستحقات للعب ونصف مليون يورو قيمة الفوائد والغرامات على مدار أربع سنين طبعا نادي الزمالك كان مقدم طعن على الغرامات دي ولكن النهاردة المحكمة الفيدرالية سويسرية رفض الطعن نادي الزمالك بخصوص المستحقات المتأخرة لخالد ابو طيب والزمالك بعد القرار ده أصدر بيان رسمي أكد فيه تلقي خطاب رسمي من اتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد ابو طيب المقدرة بـ 2.4 مليون يورو طبعا رفض الطعن ده معناه أن باب القيد بالنسبة للزمالك هيتقفل من تاني لحد ما الزمالك يدفع المستحقات دي محامي الزمالك كان بدأ من كام يوم يتواصل مع المحامي بتاع بو طيب من أجل أنه يحاولوا يعني يتوصلوا لاتفاق ودي محاولة منهم لجدولة مستحقات اللاعب المتأخرة يعني يحصل اتفاق فرندلي كده ودي فأنا أتمنى فعلا أنه نادي الزمالك يقدر يتوصل الاتفاق مع خالد بو طيب عشان يتجنب إيقاف القيد من تاني لأن نادي الزمالك على الرغم أنه جاب عشر صفقات لكنه لسه محتاج صفقات تاني في أكتر من مركز عشان يقدر ينافس على البطولات عشان يعود جماهيره عن الفترة اللي فاتت طبعا بمناسبة ماتش الزمالك في الكونفيدرالية المفروض أنه الزمالك في حالة تخطي نادي دريمز الغاني هيقابل الفائز من اتحاد العاصمة ونهضة بركان والمباراة الأولى أو مباراة الزهاب بين الفريقين ما تتلعبش بسبب نزاع أو ما تلعبتش متأسفة بسبب نزاع سياسي بين المغرب والجزائر موضوع بدأ لما وصل فريق نهضة بركان للجزائر عشان مباراة الزهاب لاتحاد الجزائر يساعتها حاجة تيشيرتات نادي نهضة بركان في المطار بسبب أن التيشيرتات منقوش عليها خريطة المملكة المغربية والخريطة التحتوي على منطقة فيها زي ما أنتوا شايفين نزاع سياسي بين المغرب والجزائر فالاتحاد الجزائري رفض أنه يفرج عن التيشيرتات رغم تدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وطلبوا الإفراج عن تيشيرتاته وطبعا المباراة ما تلعبتش النهاردة بقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن اعتبار نادي اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0 فكده فريق اتحاد العاصمة الجزائري هيلعب المباراة اللي جاية وهو مطلوب منه يعوض النتيجة دي على ملعب فريق نهضة بركان وده هتبقى مهمة مش سهلة أبدا